فالمهم ما هتبدأ هو تنزل يا جماعة ما فيهاش اي مشكلة الدنيا سالسة والموضوع جامد جدا هنبدأ ناخد الشنطة تبدأ آآ طبعا تقدر تغير في الاعدادات ده واحدة واحدة هنا طبعا اهو تنشن هتبدأ ان انت تدرب اللي انت عايزه زي الفل يا جماعة. اعزائي المشاهدين الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير النهاردة يا شباب هنشوف مع بعض ازاي تقدر تحمل لعبة على الكمبيوتر مجانا يا جماعة وبطريقة رسمية. فخلينا نبدأ على طول عشان مش عايز بقى اطول عليكم الفيديو واعمل مقدمة كبيرة بس في البداية طبعا انتم عارفين هتعملوا ايه? نزيلوا فجروا اللايكات اشتركوا في القناة او مش مشتركين في القناة فعلوا الجرس وكده يعني. خلينا نبدأ على طول يا جماعة كل اللي احنا هنعملوا ان احنا هندخل على اي براوزر او اي متصفح عندنا. فخلينا ندخل كده على البراوزر اللي عندنا مسلا. نستنى طبعا البراوزر يدخل يدخل بعد كده هنبدأ انها هنفتح البراوزر كده تمام. عندك 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 مايكروسوفت عندك اه مايكروسوفت يعني اي ان كان يعني اللي عندك هتدخل عليه. بعد كده هتيجي كده في السيرش وحتكتب جيم لوب. جيم لوب. طبعا يا جماعة في كزا طريقة ان انت تقدر تنزل لعبة من اهمهم طبعا طريقة الجيم لوب. زي ما اتشايفين عندنا الجيم لوب هنا بالمنظر ده. كل انت هتعمله لو جيت بسيت هتلاقي بابجي موبايل موجودة عندك بالمنظر ده طبعا احنا نزلنا الطريقة قبل كده بس في ناس بتلاقي مشاكل فالمرة دي يعني انا كنت قبل كده ما بنزلش اللعبة. المرة دي هنزل معكم اللعبة وندخل مع بعض نشوف فيها الكلام على ايه. المهم قبل ما تنزل اللعبة او قبل ما تنزل كمان الجيم لوب هتنزل تحت كده هتبدأ تقرأ يعني ايه دي اقل امكانيات تشغيل للعبة يعني اللعبة لو اقل لو اقل الجهاز بتاعك من كده غالبا مش هتشتغل عندك. بس انت اقرب يعني مش هتخسر حاجة. فزي ما انت شايفين اقل انت امكانيات تقدر تشغل اللعبة نزام طبعا اربعة وستين بيت. اه لو انت نزام اتنين وتلاتين بيت يستحسن ان انت تخليه اربعة وستين بيت الطريقة سهلة ما فيهاش مشاكل. كنت منزل طريقة ان انت ازاي تغير نسخة الويندوز او تخليه ويندوز تن وبرده نزام اربعة وستين وين اه اربعة وستين بيت او اه ويندوز اليفن. بالنسبة للكارت الشاشة عشرة خمسين. كارت الشاشة مواصفته ايه? عشرة خمسين. البروسيسور يبقى اي سري جيل تامن. الرماية اقل امكانيات تقدر تشغل اللعبة تمانية جيجا راب. بالنسبة بقى المساحة واحد جيجا بس انا اقول لك ان ان انت يستحسن تسيب مساحة عشرين جيجا مسلا او تلاتين جيجا. عشان اللعبة كده كده هتلاقي اخدت خمسة جيجا مسلا. بس كل ما الجهاز يبقى فيه مساحة اكتر ده ميزة لي. بالمناسبة برضو لو انت بتاعك يستحسن ان هو يكون عشان الهارد بيفرق معك في تشغيل الويندوز والسرعة الالعاب والكلام ده. فيستحسن ان كل ده يبقى على يستحسن ان نزام تشغيل طبعا يبقى ويندوز تين او يستحسن ان الكارت الشاشة يبقى اكبر من ده. يستحسن ان البروسيسور يبقى اكبر من ده. الرمات برضو لما تزود مش هتخسر حاجة بس الرمات سهلة تتزود فممكن تزود رمات. طيب يا جماعة احنا كده تأكدنا ان اللعبة هتشتغل عندنا. ايه اللي احنا هنعمله? كل انت هتعمله ان انت هتبدأ تنزل الجيم لوب. هتبدأ ان انت تضغط من هنا وتبدأ تنزلها. او هتيجي يعني على الجيم لوب من برة وحتبدأ ان انت تعمل جيم لوب من هنا. فيه طبعا نظام التشغيل. لو نظام التشغيل اتنين وتلاتين بت تقدر ان انت تنزل نظام تشغيل اتنين وتلاتين بت. بس اعنا مسلا هننزل النسخة العادية هيجي لك يقول لك هتنزلها فين? هتبدأ تحدد المكان. بعد كده هتبدأ تعمل سيف. هيبدأ ينزل معاك ملف بسيط كده. اهو عملت سيف انا ما كنتش هنزله يعني بس قلت ايه? انزله عشان اوريكو. فزي ما انت شايفين الملف عندنا بالمنظر ده كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ اديله كده. هيجي لي هبدأ ان انا اعمل عليها بعد كده هيطلع معايا النافذة بالمنظر ده. هبدأ اعمل هتلاقيه بدأ ان هو ينزل معاك اللعبة او هيبدأ يثبت اللعبة. طبعا انا اول ما عملت فتح معايا عشان انا منزل اصلا فمش اكيد مش هينزله تاني. فانا يا جماعة سبت كده بالمنظر ده. فزي ما انت شايفين عندي بالمنظر ده. هبدأ ان انا شغل وحبدأ ان انا اعمل هتلاقيه دخل معاك على هيفتح معاك الصفحة بالمنظر ده طبعا بابجي هنا مكتوبة عشان انا كنت باحس عنها. ففي طريقتين تقدر تنزل بهم بابجي موبايل من على عشان لو في مشكلة في طريقة تقدر تنزلها بالطريقة التانية. الطريقة الاولى ايه يا جماعة? هتلاقي بابجي موبايل موجودة عندك هنا رقم واحد اهي. يما هتيجي في السيرش هنا وتكتب بابجي موبايل. تمام? هتلاقيها هنا اهي بالمنظر ده. يعني تقدر تدخل عليها كده او تقدر تدخل عليها كده. فهي يا جماعة هي هي هتقدر تدخل عليها من هنا فحدوس على بابجي موبايل من هنا. لو جيت بصيت هنا هتلاقي في كزا سيرفر تقدر تنزل منه فيه فيه الموبايل آآ وفيه الموبايل تي دابليو. فلو عايز تنزل اي نسخة بتحددها فاحنا هننزل هتبدأ تضغط انستول هتلاقيه جاه هنا بيقول لك يعني بدأت تنزل هتدوس على السهم اللي هنا ده هيجيب لك الحاجة كده زي ما انت شايف تسعة واربعين وبدأ من الاول وجديد ان انا كنت بعمل فيديو وللأسف كان النت عندي خلص فشحنت من الاول وجديد. فلاغى طبعا وبدأ من الاول وجديد. فزي ما انتو شايفين هو بدأ عندي من الاول وجديد ده بيتوقف على سرعة النت عندك. لو انت عندك بطيء هينزل اللعبة بالراحة. لو انت عندك سريح هينزل اللعبة بسرعة. طبعا عبارة ما يخلص هندخل نشوف الطريقة التانية بس قبل ما ندخل نشوف الطريقة التانية فتجروا اللايكات يا جماعة الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات اشترك في القناة لو انت مش منوري ومش مستارك في القناة نورني واشترك في القناة فعل الجرس وهو هتنسى الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. بعد كده يا جماعة زي ما انتم شفتوا دي الطريقة الاولى اللي كنا نقدر نزل بها بابش موبايل هتنزل كده معنا رغم ان هي هتوقف عشان الطريقة التانية بتوقف الطريقة الاولى هنبدأ ان يجي عند ميه هنا بالمنظر ده هتلاقي عندك هنا الجوجل بلاي ستور هتبدأ تدوس عليه كده هيقول لك بس لازم علشان يشتغل توقف التنزيل لو بتنزل اي حاجة لازم توقفها عشان الجوجل بلاي او البلاي ستور يشتغل معك هتبدأ تدوس عليه كده عشان يفتح وهتستنى ان هو يفتح طبعا هو هيقول لك ان انا هنزل ملف تاني اعمل عادي تثبيت مش مشكلة وممكن كل مرة يقول لك عايز يسبته فمش مشكلة بعد كده هتستنى ان هو يفتح معنا بالمنظر ده اول مرة هيفتح هيقول لك سجل الايميل بتاعك بتاع جوجل يعني انا دخل عندي على طول او على البلاي ستور انت هيقول لك لا تسجل الايميل بتاعك فانت عادي هتسجل الايميل والباسورد بتوعك بتوعي جيميل بعد كده هتيجي في السرش تبحث عن بابجي او هتدخل من هنا بابجي زي ما انتوا شايفين في بابجي موبايل لايت في كزا نسخة من بابجي فانت هتكتب بابجي هنا وحتبدأ تبحث هتلاقي بابجي موبايل عادي اخر نسخة هي يا جماعة معنا مساعتها تقريبا جيجا زي ما كان مكتوب في البرنامج وطبعا اهو كل حاجة عنها زي ما انتوا شايفين تقدر تعمل لها وحيبدأ ينزل معاك اللعبة هي نفس اللعبة اللي برا بس دي طريقة ودي طريقة عشان لو فشلت معاك طريقة تقدر تحملها بالطريقة التانية طبعا هننزل النسخة اللي برا على طول فحبيت بس اوريك دي طبعا هي عندك البابجي موبايل لايت النسخة التانية وخلاص فخلينا نقفل احنا ده خلاص مش عايزينه خلينا نيجي هنا عشان نكمل تنزيل النسخة اللي احنا كنا بننزلها من برا زي ما قلتلكم لازم علشان تكمل التنزيل اقفل وبلاي ستور وما يبقاش حاجة تانية بتنزل علشان اللعبة ما تبقاش فيها مشاكل فزي ما انتم شايفين دلوقتي تمنتاشر وستة بيقول لك فالمهم يعني ان احنا هنستنى ان هو يخلص عبال بقى ما يخلص تنزيل فجروا اللايكات ووصلوا الفيديو ده الاكبر على ده من اللايكات اشترك في القناة لو انت طبعا مش مشترك في القناة فعل الجرس وهو هتنسى الجميل بتاعك يا صديقي العزيز هنستنى دلوقتي ان ده يخلص ونرجع لكم بعد ما يخلص تمام يا جماعة زي ما انتم شايفين كده خمسة وتسعين في المية ستة وتسعين في المية وعبال ما يوصل للمية في المية لازم تبقى عملت اللايك واشتركت في القناة وفعلت الجرس يا صديقي العزيز زي ما تشايفين كده دينا ده وصلنا لتسعة وتسعين في المية هنست يا جماعة هنست خلاص بيعمل وحيبدأ يعمل عشان بقى يبدأ يشغل معنا لعبة على الكمبيوتر خلينا نبدأ نشوف مع بعض كده بسرعة الكلام عليها هيبدأ يفتح اللعبة هتشوف مع بعض اللعبة وفيديو اللي جاي ان شاء الله او في فيديو جاي يعني ان شاء الله لو حد بتوجه مشاكل في المفاتيح ان هو ازاي يشغل المفاتيح ان هو يكتب عالكيبورد ازاي او يلعب عالكيبورد اكتبوا لي في الكومنتات وممكن نعمل فيديو برضو عن ازاي تشتغل عالكيبورد عشان قبل كده تقريبا كان كزا حد قال لي عليها فمعرفش وصلته لطريقة ولا لأ فلو حد عنده مشكلة ممكن يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله نعمل عنها فيديو فالمهم زي ما انت شايف بيقول لك ان بيبدأ يثبت اللعبة وبدأ ان هو خلاص يفتح معنا اللعبة طبعا لو انت وجهتك اي مشاكل آآ هتبدأ تشوف المشاكل دي وتكتب الحل بتاعها فالمهم هو بيقول لك ان هو لا قبضيت خلينا نقفل دي دلوقتي هو بيقول لك هنزل اي حتة دي طبعا بتاع الجيملوب عشان كنت منزله قديم يعني مش عارف هي يعني انتو حرين المهم آآ هتبدأ تشوف دلوقتي زي ما انت شايفين هو عندنا دي الجودة تمام لو انت جهازك ضعيف نزل الجودة دي لو انت جهازك قوي نزل الجودة العشرة تمانين طبعا انت لو الجهاز بتاعك قوي والشاشة بتاعتك توكي هتقدر تنزل الجودة دي بس انا الشاشة عندي عشرة تمانين فدي اللي انا اقدر انزلها فانت بتختار الجودة اللي انت عايزها فانا هنزل اقل جودة عشان انا بس بوريكم اللعبة خلينا نعمل خلينا نخلص من الحوارات دي فزي ما انت شايف هو بيعمل هنا للبرنامج طبعا انت لو نزلت البرنامج جديد ما كانش عندك قبل كده مش هيعمل ان انا البرنامج عندي بقى له فترة فالمهم زي ما انت شايف هو بيعمل تقريبا افديت لمية اربعة وخمسين ميجا فهنستنى ان هو يخلص واحد وتسعين تلاتة وتسعين خمسة وتسعين سبعة وتسعين تسعة وتسعين تم بنجاح يا جماعة فدلوقتي هو بيسبت الابديت معلش انا عارف ان احنا بنطول عليكم بس ايه هنفتح مع بعض اللعبة ونشوف مع بعض الكلام على ايه. تمام يا جماعة الابديت خلاص كده هنبدأ اننا نشغل اللعبة هتبدأ اللعبة انها تشتغل معنا فنستنى ان هي تفتح زي ما انت شايف انا ماشي يعني هو بيقول لك في مشكلة حصلت خلينا نقفل كده البتاع ده هنيجي هنا عندي ميه هتلاقي اللعبة موجودة عندك بالمنظر ده من موبايل فهنستنى ان اللعبة تشتغل معنا تمام يا جماعة زي ما انتم شايفين اللعبة هي بدأت تشتغل معنا لو اللعبة طبعا فيها مشكلة ممكن تقفل البرنامج او تراستر الجهاز وتجرب ان انت تفتح اللعبة تاني يعني بيبقى على حسب انت لازم تبقى مركز وعارف ايا ايه المشكلة اللي ممكن تحصل فالمهم احنا دلوقتي هنكبر الشاشة زي ما انت شايف اللعبة بدأت تفتح معنا بالمنظر ده بالزبط موبايل يعني هي ما فياش اي حاجة انت بتلعب موبايل بس على الكمبيوتر فخلينا نستنى كده بقى بالنسبة للناس اللي هتدخل تكتب لي هو عشان اعرف ان الناس بتدخل تكتب لي اه انا ممكن يحصل لي مشكلة على الاكاونت بتاعي ولا لأ انا ما عرفش بس انا حاطت الاكاونت بتاعي اللي كان عندي من الفين وتسعتاشر او الفين وتمنتاشر الفين وعشرين حاجة كده وسايب الاكاونت بتاعي يعني اول ما ببجي نزلت اه عملت الاكاونت وسايبه عادي وما عنديش ايه مشكلة لحد دلوقتي الحمد لله بس هل الطريقة فيها مشكلة ولا لأ هي المفروض ان الطريقة الرسمية اللي انا عرفه بس ان انت ممكن يحصل لك حاجة دي انا ما عرفش بصراحة بس انا ما وجهت نيش حاجة وما عرفش حد وجهه مشكلة يعني حتى صحابي اللي بيلعبوا بنفس الطريقة او كده ما عندهمش اي مشاكل بيلعبوا عادي وما حدش وجهه مشكلة اه فالمهم دلوقتي زي ما انت شايفين خلاص هو هنزل الملف طبعا بيبدأ بقى ينزل ملفات عشان كده قلت لك الجيجا هتزيد يعني انت كل مرة هو هنا بيقول لك هنا في جيجا ونص ولا تسعمية ميجا انت على حسب اللي انت عايزه بس شفت في الاول حمل ميت ميجا فبقوا جيجا وميت ميجا دلوقتي حملت كمان عليهم تسعمية ميجا بقوا اتنين جيجا كان ممكن انت تحول اتنين جيجا تانين يعني تلاتة جيجا فحتلاقي ان انت عمال بيعد معك في شوية حاجات بيعد في شوية حاجات فحتلاقي اللعبة دخلة معاك تقريبا في ستة جيجا سبعة جيجا لما تخش جوه هتلاقي في موارد بتنزل وحوارات بتنزل فاللعبة هتلاقيها بيت عشرة جيجا فانت لازم تبقى سابع عشرين جيجا تلاتين جيجا عشان الهرد كده كده لازم يبقى فاضي لازم يبقى في جزء فاضي عشان آآ اللعبة ما ما تقفلش منك وانت بتلعب تلقائي فهمني فالمهم احنا هنستنى دلوقتي ان ده خلص معنا العداد ده وبعد كده هنرجع لكم تاني بس زي ما قلت لكم عبارة ما نرجع لكم فجروا اللايقات الفيديو ده يوصل لكل الناس يا جدعان باللايقات واشتراكاتكم وتفعيل جرساتكم وكل حاجة هنستنى ان اللعبة تنزل او الملف ده ينزل معنا وحنرجع لكم تاني تمام يا جماعة زي ما انت شايفين تسعمية تسعة وسبعين من تسعمية واحد وتمانين خلاص يعتبر اللعبة نزلت معنا بيقول لك ان انا خلاص خلاص بس راستر اللعبة علشان تقدر ان انت تشوف كده يعني فاحنا بنراستر اللعبة عملنا موافق اللعبة بدأت تشتغل معنا من الاول وجديد وحابب افكرك عمل ما اللعبة ما تشتغل لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ويعمل لايك للفيديو لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة لو مش مفعل الجرس فعل الجرس يلا بنا يا جماعة نشوف مع بعض الكلام علي يا جماعة يا ريت كل واحد بيتفرج على الفيديو ده يبقى مشترك في القناة. المية الف اللي هيشوفوه يبقوا مية الف مشترك. ان شاء الله يعني. ماشي. فالمهم دلوقتي هنبدأ نعمل كده او اكسبت قول على طول مرة واحدة. بعد كده هنعمل ان انا قريت كل حاجة. بعد كده انا ممكن اعمل واعمل عادي يعني. خلينا ندخل بسرعة عشان مش ما حطش لسه الاكونت بتاعي. وانطول. فخلينا نوطي كده الصوت. انا عايز اكتمل الصوت علشان ما يجلش معرفش هو فيها ولا لأ. تمام يا جماعة اللعبة فتحت معنا بالمنزر ده خلصت تحميل. طبعا انا عايز بسرعة اقفل الصوت علشان ما يجليش على القناة. فهنستند اللعبة تدخل زي ما تشايفين دلوقتي هي بدأت تحمل معنا. عايز بس ادخل بسرعة بيقول لها كيف يبلاي ياس. ماشي. خلينا نقفل ده كده. اقفل ده كده. ماشي معا خلاص انت عايزي. تمام يا جماعة فاحنا هنبدأ دلوقتي بس ان احنا ندخل على طبعا انت بتقدر تغير كل حاجة فلو جيت هنا عند الكونترول الاوديو هابدأ ان انا اقفل صوت الاغاني فين بقى صوت الاغاني هنا المايكروفون. ماشي ده المايك. هنا البداع دي الصوت هو بتاع الخلفية. تمام? كده ما فيش المفروض اغاني. طيب يا جماعة بالنسبة بقى للجرافيك لو انت عايز تعلي الجودة هو هنا هو بينزل بس انا لحقته. لو عايز تعمل عايز تعمل اي جودة بتبدأ ان انت تغيرها من هنا. فانت ممكن لو انت جازك ضعيف تخلي كل دول ضعاف. لو انت جازك قوي. وهتلعب اللعبة تنزل الاعلى زي ما تحب. بس انا هنزل هشتغل على اقل حاجة. آآ زي ما انتوا شايفين انا عملت الكل كده. هبدأ اعمل بالنسبة لافكت نفس الكلام. بتبدأ تزبط الحاجات اللي انت عايزها. وهكذا يعني طبعا احنا عارفين الكلام ده كله. لما بقى بتيجي تختار او بتيجي تلعب زي ما انتوا شايف هي بالزبط لعبة يا جماعة كل حاجة. زي ما انتوا شايف بيقول لك مش عالف ايه? مش عايزين حاجة. وطبعا عمال بينزل في الحاجة عمال بياخد في البتاع فانت بتبدأ انا بدأت توقف الحاجات دي. لو انت عايز تنزلها هتنزلها بس عشان مش هلعب انا بس بوريكم الكلام على ايه. لو بدأت تعمل ماتش هتلاقيها هيدخل ماتش لو بدأت تشوف الورد والكلام ده هتلاقي ان الورد والتشات وكل حاجة هي هي يا جماعة ما فيش اي اختلاف خالص يعني. اللعبة يا جماعة هي اللعبة عادية جدا. فزي ما انت شايف هتبدأ تعمل ماتش طبعا في البداية اول كم مرة ممكن تلاقي الماتش بيتأخر ده ليه علشان اسمه ايه اهو دخل ده ليه علشان انت لسه في البداية فبينزلك المفروض بوتات وحاجات كده فممكن اول كم مرة بس يتأخر في الماتش او في الماتش يعني بعد كده هتلاقيه بيدخل معك على طول. خلاني ندخل مع بعض جيم كده بسرعة علشان نوريكم فيه الكلام على ايه? فزي ما انت شايف هو بدأ معنا كده ان هو يدخل الجيم هنستنى ان هو يبدأ الجيم. اهو يا جماعة معنا بالمنظر ده. زي ما انتو شايفين اهو. تمام يا جماعة كده انا اهو بجري بالكيبورد وكل حاجة تمام. الاعدادات مظبوطة عندنا. طب انا لو في حاجة لقيتها في مشكلة عندي بعد كده. هنشوف مع بعض ازاي تقدر ان انت تزبط الاعدادات وتحدد ده تعمله ازاي? وتحدد ده تعمله ازاي? وكزا. تمام يا جماعة? تمام يا جماعة. كده احنا شوفنا مع بعض اللعبة غالبا الجيم الاول ده بيبقى ايه? كله بوتات. فتمام يا جماعة يعني تمام. هتبدأ ان انت تشوف بقى انت عايز ايه? لو في حاجة تانية برضو كتب لي في الكومنتات اللعبة ايه يا جماعة شغالة معنا ما فاش اي مشاكل. شوية تسعة ثواني تمن ثواني وحتلاقيه بدأ يدخل الجيم. فخلينا نبدأ مع بعض زي ما انت شايف? هنبدأ اننا نطير بالطيارة وهو. وهنبدأ اننا نشوف ازاي هنطط وهن اهي الخريطة هي هي. فخلينا كده ونشوف الخريطة. اهي الخريطة معنا. اه عايزين ننزل مسلا بوشينكي. عايزين ننزل حويات على طول. عايزين ننزل اي حتة. هنختار الحتة اللي احنا عايزينها. فعايزين مسلا ننزل هنا عند الحويات. فالحويات بين اللي تحتنا ولا كانت اللي هناك انا مش فاكل. بس خلينا نبدأ اننا ننزل كده زي ما انت شايف بالمنظر ده. خلينا نبدأ اننا ننزل. اه اه طبعا اللعبة هنا مش زي يعني اللعبة هنا لو فتحنا مرة البراشوت حيفضل البراشوت مفتوح. ما تقدرش تقفل وتفتح تقفل وتفتح. فانا مسلا حاجي هنا. وحابدأ ان انا اعمل انا ما كنتش بتاع ماشي. حابدأ ان انا نعمل البراشوت كده علشان ابدأ ان انا انزل. فتمام يا جماعة. نبدأ اننا نسيب كده. تمام تمام. طبعا دي تقريبا سكول تقريبا هم غيروا مكانها ولا دي حاجة غير. اه لا دي الحتة التانية سكول هناك. ماشي ملعبتش يا جماعة معلش من زمان جدا يعني. فالمهم ما هتبدأ هو تنزل يا جماعة ما فيهاش اي مشكلة. وشوية شوية هتلاقي معاك ناس بس طبعا اول جيمين ولا حاجة هتقل معاك ايه غالبا بوتات. علشان ايه انت بتبقى بوت اصلا يعني انا بالنسبة له انا بوت اهو زي ما انت شايفين. الدنيا سالسة والموضوع جامد جدا. هنبدأ ان اخد الشنطة تبدأ اه طبعا تقدر تغير في الاعدادات بقى واحدة واحدة. هنا طبعا اهو بتنشن بتبدأ ان انت تدرب اللي انت عايزه. زي الفل يا جماعة. تمام يا جماعة? تمام يا جماعة. كده شفنا مع بعض ازاي تقدر تحمل موبجي موبايل على الكمبيوتر. بطريقة سهلة ما فيهاش اي مشاكل ما فيهاش اي حاجة. اتمنى ان الفيديو يبقى ما طولش عليكم ما طولتش عليكم في الفيديو وشرحت لكم كل حاجة. برضو لو عندكم مشكلة اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هنحاول ان نزبط المشكلة دي مع بعض. وبس يا اصدقائي الاعزاء كان هو ده الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. نشوفكم في الفيديو اللي جاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.